اشتركوا في القناة تحققت عبر مسيرة العمل الوطني وما يشهده العمل الحكومي من تطور متسارع في كافة المجالات مثمنا جلالته الدور الذي يطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قيادة العمل الحكومي نحو مزيد من التطور وضمان ديمومة التميز مع الإتقان في الإنجاز وأكد جلالة الملك المعظم يده الله أن أمام الحكومة مهام ومسؤوليات وطنية من خلال برنامجها للسنوات الأربع القادمة وثقة كبيرة في أبناء الوطن على الاطلاع بها ومواصلة كافة مساعي التنمية والتطوير على الوجه الأكمل الذي يحقق الطموحات ووجه جلالته بتبني المبادرات التي تدعم استدامة الثروات الطبيعية الحالية بصورة تكفل ثبات أسس الأمن الاقتصادي وتعزز تقدم مسارات التنمية المختلفة بما يوفر الفرص النوعية أمام أبناء الوطن مؤكدا على أهمية أن يكون المواطن البحريني دائما وأبدا هو الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء ولكافة البرامج الحكومية كما وجه جلالته الحكومة إلى مواصلة تبني المبادرات التي تكفل رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة ودعم الإنتاج الوطني للغذاء وأضاف جلالته أن التعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية تمثل أحد الأفسس الراسخة لمسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة في المجالات كافة مؤكدا جلالته أن الإنجازات التي تحققها السلطتان وما يتم بذله من جهود مقدرة هي دافع للمزيد من البذل والعطاء عبر تكاتف الجميع مشيدا جلالته بمستوى التعاون البناء والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بعدها أعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن الاعتزاز بدور قوة دفاع البحرين ورجالها البواسل الذين يسطرون على الدوام أسمى قيم الولاء والإقدام في تنفيذ مختلف المهام الوطنية مؤكدا جلالته أن قوة دفاع البحرين تشكل درع الوطن وحصنه المنيع معربا جلالته إلى جميع منسوبي قوة دفاع البحرين قادة وضباطا وجنودا عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين مقرونة بمعاني الشكر والتقدير على ما يطلعون به من أدوار بكفاءة ومهنية وجهزية مستمرة للذود عن حياض الوطن وأشار جلالته حفظه الله ورعاه إلى ما يشكله مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية الذي تم افتتاحه مؤخرا بمنطقة عالي من إضافة للخدمات الصحية والعلاجية في المملكة وما يعكسه من نموذج للشراكة الراسخة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة معربا عن تقديره للدور الذي قام به مستشفى الإرسالية الأمريكية على مدى 120 عاما باعتباره من أوائل المستشفيات في المنطقة وذلك منذ افتتاحه في مملكة البحرين وأكد جلالته أن مملكة البحرين بلد السلام والوئام تتميز بمزيجها الاجتماعي المتنوع مما يعزز من قوتها ومكانتها بين الأوطان لافتا إلى مواصلة البحرين لنهجها القائم على ترسيخ قيم التسامح والانفتاح بما يعزز من التقارب بين الشعوب والثقافات وإشاعات السلام والوئام في العالم عقب ذلك استعرض جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الإقليمي والدولي حيث أشاد جلالته بالإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات مؤكدا دعم مملكة البحرين لكل ما يعزز التعاون بين دول المجلس ويحقق مصالح أبنائه لافتا إلى أهمية مواصلة آفاق التعاون والتنسيق بين دول المجلس على كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة كما أكد جلالته على أهمية الالتزام بتنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعامل لدول الخليج العربية وبيان قمة العلا وبمواصلة تنسيق مواقف دول المجلس في كافة المحافل الدولية مؤكدا جلالته أهمية العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها وجدد جلالته التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والدعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعر الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة بما يحقق الخير والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة عن جل شكره وعظيم امتنانه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه على ما تفضل به جلالته من تقدير للدور الذي تطلع به الحكومة في مسيرة العمل الوطني مؤكدا سموه أن هذا التقدير الملكي السامي يضع الجميع في الحكومة أمام مسئولية كبيرة لمضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد ليكون الأداء الحكومي دائما محققا للرؤى الملكية السامية وكلف سموه الوزارات والأجهزة الحكومية بوضع ما تفضل به جلالة حفظه الله ورعاه حيث التنفيذ لمواصلة مسيرة التطوير والتحديث في مختلف المجالات ورفع كفاءة الأداء